تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله وقد تقدمت صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بأجمل التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة يوم المرأة البحرينية وقالت سموها إن مناسبة يوم المرأة البحرينية تحل على مملكة البحرين هذا العام بالتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة الذي شهدت أعماله ولله الحمد العديد من الإنجازات المباركة والتي يعود فضلها من بعد الله لما تشهده وتحظى به المرأة البحرينية من رعاية واهتمام ودعم وطني غير مسبوق يتمثل في الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ولما يوليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دور مبارك ومساع مخلصة في مساندة ومعاونة العاهل المفدة تدسيدا لتلك الرؤية الرحبة التي تأخذ بالبحرين إلى ما تصب إليه من رفعة ورخاء ونهضة داعية سموها العلي القدير أن يحفظ سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ويمنى على سموه بموفور الصحة والعافية ويسدد خطى سموه على طريق الخير وبناء الحاضر والمستقبل المشرق لمملكة البحرين وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أعرب فيها سموه عن بالغ الشكر والتقدير لصاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على ما تضمنته برقية سموها المهنئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية والتي تتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة من مشاعر طيبة مليئة بالفخر والاعتزاز بما تحقق من منجزات على صعيد المرأة في مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأكد سموه أن المرأة البحرينية وصلت اليوم لآفاق رحبة من الإنجاز والإبداع والابتكار ونتج عن مصولها العديد من المنجزات التي ما كانت لتتحقق لولا ما توليه صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من حرص على بلوق الطموح المنشود عبر إتاحة الفرص النوعية لها بمختلف صورها لافتا سموه إلى أن الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة ستكون على الدوام محطة الدعم والاهتمام لكل ما من شأنه تحقيق الازدهار والنماء للوطن وأبنائه دعيا سموه المولى تعالى أن يحفظ سموها ويديم عليها موفور الصحة والسعادة وطول العمر